اهلا بكم كل المتابعين موقف الدستور من امام مستشفى المينيا العام حيث وصل الان جثمان الشاب طا محمد عبد العيوز حسن 30 سنة مزارع منقرة عزاقة الطبيعة الوحدة من حلية المركز ومدينة المينيا بصحبة سيارات كثيرة من اهالي القرية والقرى المجاورة حيث يدبع الشاب من قرية الجوازي احدى كبرى القبيل العربية بالصحراو الغربي كان الشاب طا عبد العزيز طا محمد عبد العزيز حسن 30 سنة متزوج ويداية طفلين قد سقط يوم الاثنين الماضي في بئر اثناء وتواجده في مزرعته بقرية عزاقة بالصحراو الغربي اثناء تحديثه في هاتفه المحمول وكما ترون اجراءات امنية مشددة امام المستشفى ومحيط المستشفى امام المستشفى صحيح اشتركوا في القناة وكما ترون تواجد مقصف للأهالي القرية والقرى المجاورة أمام باب مقر المسكشفة المينيا العام وكان كالطم انتشال الجثة في الساعات منذ ساعات قليلة ونقله بسيارة الأسعاف إلى مقر المسكشفة المينيا العام بعرضه على الطب الشرعي تمهيدا للتصريح بدفنه في مقابر العائلة بقرية عزاقة احدى كرة الوحدة المحلية لقرية طوق الخير التابعة لمركز ومدينة المينيا كان الشاب طاعة محمد عبد العيد حسن قد سقط في بئت بمسرعاتها التي يعمل بها بقرية عزاقة بالصحراء والغربي وحاول الأهالي وأسرته انقاذه إلا أنهم فشلوا في محولات انقاذه فقاموا بلاغ الأجهزة الأمنية التي انتقرت على الفور لانقاذه واستمرت عملية انقاذه على مدار سبعة أيام حيث تم الدفع بعدد من اللوادر لمساعدة لوادر أهالي القرية وكان اللواء سامة القاضي محافظة المينيا قد أعلن في بيان وفاة الشاب والدفع بمعدات من الوحدة المحلية المدفذ ومدينة المينيا حيث تم أعلن عن الدفع بأربع لودر وحفار دقاق ومولد كهربائي واستمرت عمليات الانقاذ على مدار الاربع وعشرين ساعة طوال أيام السبعة التي كان الشاب يرقض داخل البئر فيها أهالي القرية توجدون أمام باب المستشفى في انتظار الانتهاء من الإجراءات الخاصة وبالتصريح بدفنه ترجمة نانسي قنقر محاولات الانقاذ تأخرت بسبب طبيعة الأرض السرية المحيطة بالبئر والتي يصل عمق إلى 25 متر بينما فتحة البيئر لا يتجاوز قطرها 70 سنتي ترجمة نانسي قنقر ويأمد أهالي قرية عزيقة التابعة الوحدة المحلية لمسكسة ومدينة المينيا في الانتهاء من الإجراءات ودفن الجثة ليزدل الصدار على هذه الواقعة التي استمرت على مدار سبعة أيام شهدت حضور أهالي القبائل العربية حضور أهالي القبائل العربية من محافظة المينيا ومحافظات الفيوم والأسكندرية ومرسى مطروح حيث تعد قبيلة الجوازي التي ينتمي لها الفقيد من أكبر القبائل العربية والتي تمتد أصولها حتى دولة ليبيا الشاب الفقيد طاها محمد عبد العزيز حسن 30 سنة متزوج ويعود طفلين الأكبر أربع سنوات والأصغر سنتين وأشادت الجميع وأخلاقه وطيبته استخراج جثمان أنهى أمال أهالي القرية وأسرته والذين كانوا يعملون فأني يتم خروجه من البئر حيا رغم مرور الأيام والأكبر ألي قدم آغة كما ترون أن التوافد الأهالي وتواجدهم أمام باب المستشفى والحاضرين ليسوا من قرية عذاقة فقط بل من جميع القبائل الذي حضروا منذ إعلان سقوط الشاب في البيئ وقاموا بتقديم المساعدات العينية والمادية للمساهمة في إخراج الشاب من البيئ في مشهد عبر عن ترابط أهالي هذه القبائل قد نجد سقوط الشاب طاها محمد عبد العيس حسن 30 سنة شغلت الرأي العام في محافظة المينيا وباقي محافظات الجمهورية على مدار سبعة أيام حيث كانت الأمال والطموحات أن يتم صرعة الانتشال وهو على قيد الحياة إلا أن تأخر انتشاله بسبب الطبيعة الصخرية المحيطة أدت إلى أن هذه الأمال والطموحات بدأت تقل حالة من الحزن الشديد تبدو على وجوه أهالي وأسر وأفراد القبائل على الشاب الذي خرج أخيرا منذ لحظات قليلة وتم نقل لجثمانه إلى مشراعة مستشفى المينيا العام لعرضه على الطب الشرعي في انتظار التصريح بدافنة جثة الواقعة كانت تجديد لتكاتف وترابط أهالي القرية والقرى المجولة والقبائل العربية بأكملها الذين قاموا تقديم الدعم اللوجيسكي لهذه الواقعة من لوابط وحفارات لمحاولة انتشال جوثة الشاب حيث أكد ابن عم الشاب أنهم على استعداد البقاء مئة يوم حتى يتم انتشاله شكرا للمشاهدة يذكر أن اللوادر وحفارات التي جلبها أهالي القرية والقرى المجاورة قامت بالعمل على مدار 24 ساعة خلال السبعة أيام في محاولة الانتشال جوثة الشاب شكرا للمشاهد ما زلنا متابعي موقع وجريت الدستور متابع في بس مباشر انتظار اهالي القبالة العربية في قرية عزاقة للانتهاء من عرض رسمان الشاب طاها محمد عبدعيز حسن 30 سنة والذي سقط في بيت ومفور تزيد عن 25 متر في ساعة متأخرة من يوم الاسنين الماضي المتابعي موقع وجريت الدستور معكم في بس مباشر من المينيا عالحسين من امام المستجفى المينيا العام حيث وصل جثمان الشاب طاها محمد عبدعيز حسن 30 سنة الذي يعمل مزارعا أثناء تواجده في مصرعته بالصحراء والغربي بعد أن سقط فبيعر عمقه 25 متر أثناء تحدثه في هاتفه المحمول موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى 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 كانوا أكدوا أن الشاب قطاه محمد عبداليس حسن يتمتع بسبعة تأجاب أخلاق حسنة وأنه في قبل سقوطه وزهاب إلى مزرعته بالسحراء الغربي كان قد نتها من أداء صلاة التراويح وذهب للأشراف على المزرعة حيث وكاء خرج خرج يتحدث هاتفه المحمول وسقط في البيئ وحاول أهاوله قرية ونقاضه إلى اللوم أعزائي المشاهدين والمتابعين نحن الآن أمام مستشفى المينيا العام حيث وصل جثمان الشاب طاها محمد عبدالعزيز حسن ثلاثين سنة أحد من قرية عزاقة وليس سقط في بئر عمقه 25 متر وقطف فتحة دخول البيئ لا تزيد عن 70 سنتيمتر ويتواجد أمام باب المفتشفى أعداد كبيرة من أهال القرية والقبائل العربية حيث ينتمي الشاب الفقيد لقابلة جواجي إحدى كبيرة في القبائل العربية والتي تمتد امتد اصلاها لقرية امتد اصلاها لدولة ليبيا امتد اصلاها لدولة ليبيا حالة من الحسن الشديد تسيطر على أقالق وأقارق الشاب الفقيد في انتظار البروجيج جوثة بعد تفريج الطب الشرعي حيث يتم الآن عرضه على الطب الشرعي أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع وجهة الدكتور سنتابع معكم في الارفات وبسات مباشرة خروج الشاب بعد قليل كان معكم من المينيا علي حسين شكرا للمشاهدة